طبعاً زي ما الحقيقة إحنا متابعين المنافسة شريسة جداً وطبعاً يعني فيه توافد من عشرات الملايين من الناخبين لاختيار من سيقود الولايات المتحدة الأمريكية سياسة خارجية تنتظر من سيفوز بالبيت الأبيض أو ساكن البيت الأبيض الجديد ما الذي تتوقع من هذه السياسة الخارجية سواء في حال فوز ترامب أو كاميلا هارس بسم الله الرحمن الرحيم وشكراً على الاستضافة الكريمة وتحياتي للمشاهد الكريم يعني في الحقيقة هذا هو السؤال المهم يعني غير ذلك من أسئلة لا تهمنا يعني الأسئلة التفصيلية ربما تهم المعنيين بالشأن السياسي الأمريكي والنظام السياسي الأمريكي وتفاصيل السياسة الداخلية الأمريكية أما ما يهمنا هو في الحقيقة إنعكاس من سيفوز في هذا المعترك الانتخابي أو هذا السباق الانتخابي على رئاسة الولايات التحدة الأمريكية وهي أن السياسة الخارجية الأمريكية وإن اختلفت تاريخياً من شخص رئيس إلى آخر أو من شخص أو من انتماء حزبي سواء جمهوري أو ديمقراطي حسب انتماء الرئيس إلا أن هناك ما يسمى بالمينستريم أو التوجه العام السياسة العامة الثابتة والاختلافات تكون في أضيق الحدود أو في الغالب كما نقول ويعني نعلم طلابنا في الجامعة وتعلمنا من أساتذاتنا أن الاختلاف يكون في التولز أو التكنيكس أو الأدوات إذن التوجه العام للسياسة الخارجية الأمريكية لا يختلف إلا في بعض القضايا الجزئية جداً 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 ربما في هذه الحالة أو في هذه اللحظة هناك بعض الاستثناءات من هذه المسألة من حيث بعض المفارقات الكبيرة في التعامل مع بعض القضايا ممكن نتكلم على قضية قضية دكتور محمد نتكلم على العلاقات الاقتصادية أو العلاقات التجارية مع الصين ده ملف يعتبر من الملفات المهمة جداً الخاصة بالسياسة الخارجية لواشنطن خلال الفترة القادمة والمنتظر منها سواء في حال فوس ترامب أو كاميل هارس صحيح يعني أشكر جداً هذا الملف هو ملف مهم جداً 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 وأيضاً هذا الملف يظهر قدراً كبيراً من التوافق في الرؤى ما بين المرشحين أو أي من الرئيسين المحتملين خلال ساعات أو ربما خلال دقائق كلا الرئيسين ينظر إلى الصين باعتبارها الخطر أو المهدد الاقتصادي الأهم بالنسبة للولايات التحدة الأمريكية واستراتيجية الأمن القومي الأمريكية التي صدرت في عهد ترامب 2018 والتي صدرت أيضاً في عهد جو بايدن 2022 وكاميلة كانت أو هارس كانت نائبة للرئيس في 2022 كلا الاستراتيجيتين أكدت على أن الصين هي المهدد الأول للاقتصاد الأمريكي أو الخطر الأكبر لأمن القومي الأمريكي ليس فقط للاقتصاد وبالتالي ثم تتوافق في الرؤى على أن الصين هي مصدر التهديد الرئيسي إذن هذا هو التوافق في هذه المسألة تبقى الاختلافات البسيطة وهي أن الرئيس السابق ترامب والذي إنفاز سيكون أكثر حدة في تعامله مع الصين ولسيما أنه ينادي بتبني سياسات حماية أو ما يسمى بالحماية التجارية وتحدث عن هذه السياسات بشكل كبير حتى في المناظرة التي دارت بينه وبين هارس وأكد على أن من الضروري وضع هذه السياسات الحماية للحؤول دون دخول المنتجات الصينية هارس ترى أن الصين منافس ومصدر تهديد ولكنها انتقدت هذه السياسات الحماية ورأت أنها وصفتها بأنها أشبه بضريبة المبيعات وأنها ستعود في النهاية على كاهل المواطن الأمريكي إلى غير ذلك إذن هناك اتفاق على أن الصين هي مصدر التهديد الرئيسي ولكن الخلاف على الأدوات يرتبط بهذه المسألة مسألة مهمة جدا وهي كيفية تعامل كلا الرئيسين أو أي منهما حال فوزه مع أوروبا لأن أوروبا أيضا تنظر إلى الصين باعتبارها شريك تجاري وبالتالي هنا من سيصادق عدوي صديق عدوي وبالتالي أعتقد أن ترامب سيكون حادا جدا في تعامله مع الصين وبالتالي سيكون حادا جدا في تعامله مع أصدقائه وحلفائه الأوروبيين حال فوزه في طريقة تعاملهم مع الصين وسيجبرهم على نهج معين ربما يميني خلالي أقول مش هقولت متطرف أما هاريس ربما ستكون أكثر اعتدالا في تعاملها مع الصين ومع حلفائها الأوروبيين في تعاملهم مع الصين حضرتك بالتأكيد تبعت أن هناك الكثير من السياسيين الأمريكيين ما يصفوا السياسة الخارجية التي سوف أو من المنتظر أن تنتهجها كاميلا هاريس أن هي سياسة الخطوة بخطوة هي لا تريد أن تكون هناك مفاجأة صادمة بالنسبة للشعب الأمريكي في حال فوزها هل تتفق مع هذا الرأي؟ يعني إلى حد ما يعني طبعا هناك بعض الكتابات التي تحدثت عن التحليلات النفسية لهاريس والبعض حتى ذهب يعني متطرفا إلى أنها تعاني من بعض العقد النفسية ولكن بشكل عام أنا يعني من خلال تحليلي أيضا لبعض يعني ما يسمى بالpolitical body language أو لغة الجسد السياسي أعتقد أنها متحفظة إلى حد كبير ولا تتمتع بجرء شديد ويعني في النهاية في الحقيقة كانت لدي أو يعني في البداية كانت لدي ملحوظة في الانتخابات السابقة على ترشيح كل من الانتخابات السابقة ترشيح كل من جو بايدن من الحزب الديمقراطي وترامب من الحزب الجمهوري والآن أيضا لدي نفس هذا التحفظ الولايات التحدة الأمريكية التي تزخر بالمواهب تزخر بالعلماء تزخر بالفنون والثقافة والأداب إلى غير ذلك في النهاية هذا هو مرشح الحزب الجمهوري ترامب وهذه هي مرشح الحزب الديمقراطي أين الكوادر؟ يعني هذه مسألة في الحقيقة عليها سؤال كبير أعتقد أن كاميلا هارتس تكون أسيرة السياسة الجو بايدينية إلى حد كبير بحسبها أنها كانت نائبته وأنها شاركت في صناعة كثير من القرارات في ذلك الوقت وأنها تؤكد دوما على أنها تنتهج هذا الخط طبعا في المقابل ترامب لديه الشخصية القوية لديه الجرأة لديه شخصية الرجل القوي وهذه المسألة ربما من الناحية النفسية محببة نسبيا لدى كثير من الأمريكان ولسيما أنه يتمتع بما يسمى شخصية رجل الأعمال المغامر لديه القدرة على إنجاز السفقات التجارية وبالتالي يستطيع أن يتعامل مع هذه المسألة سياسيا أعتقد أن هارتس ستكون زي ما حقا تفضلت تتبع سياسة الخطوة خطوة أو ستيب باي ستيب بوليسي على الأقل خلال العام الأول ربما بعد ذلك نشهد قدرا من الجرأة منذ العام الثاني لو أيضا تحددنا دكتور محمد عن الملف النووي الإيراني أعتقد أنه ده من الملفات المهمة جدا المطروحة طبعا في السياسة الخارجية والمنتظر من دونالد ترامب وأيضا كاميل هارس